اهلا بكم مشاهدينا واخر فقراتنا النهاردة في نهارك سعيدة هتكون فقرة اقتصادية ودي اول فقرة اقتصادية لنا بعد سقوط الرئيس السابق وطبعا عايزين نتكلم في اول اسبوع احنا البورصة بتفت في جلساتها حوالي من نص ساعة البورصة حققت ارتفاعات غير مسبوقة في اخر الاسبوع اللي فات وعملت حوالي 36 مليار في اخر 3 ايام عوضت بهم خسائر التلات شهور اللي فاتوا وده طبعا كان غريب جدا انه يتقال انه فيه انقلاب عسكاري وانه البورصة ترتفع وده اكيد البورصة ارتفاعها بيثبت انه مش انقلاب عسكاري خلونا نتكلم عن المستجدات واللي هيحصل في اقتصادنا الفترة اللي جاية خصوصا مع تدفق الاموال بشكل غزير جدا على صندوق دعم مصر اللي حسابه 36 36 في كل البنوك ياريت كل الناس تتبرع ليه خلونا نتكلم بالتفصيل عن وضعنا الاقتصادي مع دفتنا المشرفانة دكتورة بسانت فهمي خبيرة الاوراق الملاس والخير دكتور صباح الخير يا فهم الاول عايزين تعقيب حضرتك على الاحداث اللي حصلت واللي على اثارها البورصة ارتفعت بالشكل الملحوظ واللي عوض خسائر كتير شوف حدتك البورصة دي ميزان حساس والمستثمرين اللي بيشتغلوا في البورصة ناس محترفين هم اللي بيقدروا يقرأوا التغيرات والتغير في المستقبل ما فيش شك ان اللي حصل ده اعطى امل للمستثمرين سواء كان المصريين او الاجانب في ان اقتصاد مصر ان شاء الله في الفترة الجاية هيتغير تماما احنا قدنا فترة صعبة جدا السنة اللي فاتت من اصعب ما يمكن كل القرارات الاقتصادية اللي كانت بتصدر او لا تصدر لان في قرارات كان يجب ان تصدر كلها كانت بتدي اشارات للمستثمرين انه الفترة الجاية ستبقى فترة سيئة جدا وزي ما حضرتك شفت لا كان في استقرار سياسي ولا امني ولا الناس كانت عارفة تجيب بنزين يعني الوضع كان سيء للغاية بنزين والكهرباء والمية والصلاة هو الغريب بعد سقوط النظام انه الازمة اتناقلت لغزة يعني شوف حقول لحقيقة حاجة طبعا النظام كان بيدير اقتصاب بطريقة حقيقة عمرنا ما شفناها وكان ردود الفعل واضحة سواء على البورس انا بكرر البورس مزان حساس اول ما حصل سقوط للنظام اللي حيبتدت الامور تتضح انه كل ده كان مفتعل وان اقتصاب مصر ان شاء الله ان شاء الله طبعا بوضع خطط اقتصادية سليمة هيتغير تماما يعني مجرد تغير النظام هو ده اللي اعطى للناس الامل في ان المستقبل هيختلف وكلنا مؤمنين ان المستقبل هيختلف وان شاء الله تجي حكومة فيها مجموعة اقتصادية قوية ويبقى فيه مستشارين في اقتصادين اقوياء مصر مليان اقتصادين جوه وبره لكن النظام الحقيقي ما كانش بيشتغل بالاسلوب اللي كان يعطي للناس الامل في ان الاقتصاد حيتغير طيب البورسة المصرية حققت مكاسب كبيرة بعد خروج او عزل الرئيس السابق والنهاردة مجلس ادارة البورسة هيعمل اجتماع لبحث خطة العمل للفترة المقبلة بالاضافة لدراسة اخر مستجدات فلسوح حاليك شايفة الاجتماع ده هيدور في ايه وايه المتوقع للبورسة بعد النهاية السعيدة للاسبوع اللي فات ولا اتمنى بقى ان البورسة في الفترة الجاية تلعب دور اكبر شوية من اللي لعبته في الفترة اللي فاتت يعني بمعنى ان احنا نسمح انها تمول تكوين شركات جديدة مشروعات ضخمة ممكن تقوم في مصر البورسة لازم يبقالها دور مش مجرد ان احنا نشتغل بس على السوق الاولي لازم كمان يبقى او يعني السوق السنوي الاول لازم يبقى فيه اساليب ان احنا نمول مشروعات ضخمة عن طريق البورسة حتى في حالة الطرح الاول يعني دايما الناس بتحبش الطرح الاول مع شركات لسه بتتأسس لان لكني اعتقد ان ده موضوع مهم ويجب ان يعاد النظر فيه البورسة لازم تلعب دور في تأسيس الشركات في المساهمة في المشروعات الضخمة في مصر لان الفترة الجاية ان شاء الله تبقى فترة مبهجة للاقتصاد المصر هل المطلوب انه نعمل مشاريع كبيرة للاكتتاب العام مثلا ده اللي اصوده اصود ان ما نبقاش بس بنشتغل على مشروعات قائمة او مشروعات اشتغلت ولها قوائم مالية اتمنى عفوا انها تبتدي تتحرك على مستوى المشروعات الجديدة احنا عندنا مشروعات ضخمة قوية في مصر عندنا خطة للتنمية باذن الله لازم تطبق شعب المصر اتمنى عايزين يا ربا خطة التنمية ايه او ايه الاقتراحات المبدئية للفترة اللي جاية عشان ننهض بالاقتصاد خصوصا ان احنا حطينا تحت ايد رئيس الجمهورية الجديد المؤقت مستشار عدلي منصور حساب والناس بتتسابق ان هي تتبرع فيه فايه ممكن تكون الخطة المبدئية للنهوض بالاقتصاد الفترة اللي جاية شوف حدثك الثورة قامت لان ما كانش فيه عدالة اجتماعية الثورة قامت لان كان فيه نمو بس ما كانش فيه تنمية ولذلك انا اتمنى ان الاولوية في هذا الصندوق تعطى لتحقيق مطالب الثور احنا عندنا عدد هائل من المصريين عايشين في عشوائيات عندنا عدد هائل من الشباب لا يعمل عندنا مشكلة كبيرة جدا اسمها مشكلة القمامة عندنا مشكلة كبيرة جدا اسمها مشكلة النقل والمواصلات والسكك الحديد اتمنى اتمنى لان كل المشاكل دي ممكن تتحلم على بعضها عن طريق يعني ان احنا لو جينا قولنا الاولوية للعشوائيات والخلق الوظائف يبقى حبتدي اعمل مدن جديد ودهما عملت مدن جديدة هتبقى مدن متكملة فيها تعليم وصحة واسواق وفرص عمل ومصانع وكمان اقدر اخد موضوع الزبالة وان انا اقدر اعمل تدوير هذه الزبالة او اعمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة يعني انا شايفة ان من حق الشعب المصري وخاصة ان الطبقات اللي قامت بالثورة اللي هي الطبقات البسيطة انها تبتدي تعيش عيشة كريمة اول حاجة في العيشة الكريمة الحقيقة السكن الكريم والامر والوظيفة للشباب والطفل اللي يطلع يشوف مدرسة نديفة ويقدر يتعالج في مستشفى نديفة فانا بدعو ان احنا نكمل موضوع بناء مدن جديدة لهذه الطبقات عشان نقدر نحرك الاقتصاد وفي نفس الوقت نحل مشاكل العشوئيات القاهرة من اجمل مدن العالم لازم تتفضى من هذا الكلام بس مقدرش كمان اقول للناس روحوا عيشوا برا وما يعرفوش تحركوا بلازم نعمل سكك حديد لكل المدن الجديدة سواء القائمة او المدن اللي حننشئها ان شاء الله لان السكة الحديد لو مفيش سكك حديد الناس لا هتروح ولا هتيكي واحنا بنشوف الطرق الرئيسية طريق مصد اسماعيلية والسويس واسكندرية كل الطرق دي واقفة ليه لان المدن الجديدة ما فيهاش مواصلات سكك حديد فبنستهلك بنزين وبنلوس البيئة وبنضيع الوقت فانا اتمنى ان الاولوية تبقى لحل مشكلة العشوائيات عن طريق خلق مدن جديدة حل مشكلة الشباب ان احنا نخلي هذي المدن كلها مدن صناعية وزراعية حل مشكلة القمامة ان القمامة دي تتاخد ويتعملها تدوير في هذي المدن ثم ضروري فيها فيه ناس بتيجي تعرض علينا تشترك قمامة بتاعتنا بيقولوا ان القمامة بتاعتنا حاجة لها قمامة عائلة بالزرط ده كنز حضرتك ده كنز بس احنا مش فاهمين لكن ان شاء الله في الفترة جاو معين السكك الحديد لازم نبتدي نطور وسائل المواصلات انا بشوف ان العشوائيات دي عار في جابنة بشوف ان اسلوب الركوب الاوتوبيوسات عار في جابنة العلاج التعليم عار الحقيقة فانا اتمنى ان دي تبقى أولويات الصندوق واتمنى انه ما يخشش في المواصلة العامة للدولة ويتوه بقى في ارقام المواصلة لان المواصلة العامة ضخمة الحقيقة طيب تعليق حضرتك على ختام اقفال البورصة على الارتفاع الكبير اللي حصل ده وتعويض خسارة ثلاث شهور وايه اللي متوقع لها الاسبوع الجديد شوف حضرتك طبعا ممكن احنا نشوف ناس تحاول تجني ارباح لكن انا اللي انا شايفها زي ما قلت لحضرتك البورصة استثمار في المستقبل البنية التحتية للاقتصاد المصري لم تمس يعني مصانعنا هي هي خطوط الانتاج الادارة العمال عندنا حوالي 4600 مصنع مقفولين ما هم ممكن يتفتحوا دي نقطة مهمة انت النهاردة عندك مصانع انا حاجة دلوقتي لدور جهاز مصرا في الحابس عايز الاول اقول ليه الناس بتشتري في البورصة لان البنية التحتية للصناعة هي هي وللسياحة هي هي ما عندناش حق كسارة احنا ما دمرناش بلدنا احنا احتجينا بصورات نظيفة لم تحدث في العالم لكن البنية التحتية هي هي المصانع الفنادر يعني بكرة الصبح السياحة تتحرك انا مبارح قرأت احدث يعني كان تقرير نازل على السياحة 9000 سايح سايح ورقم صغير انما رحوا الغرداء ابتدت العجلة الدور النقطة التانية المهمة بقى دور الجهاز المصرا في الحقيقة انا اتمنى ان السيد محافظ البنك المركزي ينتبه لفتح هذه المصانع في 4000 مصنع و4500 مصنع مقفولين نبتدي نشوف مشاكل هذه المصانع ونحركها برضو ممكن يكون مستندوق وانا بطالب برضو اتمنى ان السيد المحافظ ياخد هذا كلام في اعتباره ان احنا ننشئ بنك متخصص للتمويل الصغير ومتنهي الصغر عشان يبتدي الشباب ما يدورش على وظيفة في الحكومة الشباب يبتدي يعمل مشروعات خاصة به زي ما عمل المعجزة بتاعت السورة انا متأكدا ان الشباب المصري يستطيع انه يبتدي بالنهوض في هذه لان 80% من اقتصاديات العالم ايمة على المشروعات الصغيرة والمتنهي طيب ختاما لكلامنا لانه للأسف وانا قدرتك بنفس نتكلم كتير عايز اعرف تفسير حضرتك لارتفاع سعر الدهب المفاجئ شوف حضرتك الدهب ده انا اعتقد من وجه النظر الشخصية من قراءات ودراسات كثيرة العالم بيدور على عملة واحدة على 2020 وانا اعتقد ان الدهب هو هيكون هذا الكلام الدهب اقيم من اي عملة في العالم اقيم من الدولار واقيم من اي ورقة احنا بنتباحها فلما بيحصل الناس دايما بتدور على الدهب كملاز لحفظ القيمة يعني نارضة الناس كانت تقولك اشتري دولار عشان احفظ القيمة لا في حقيقة الامر مش الدولار اللي بيحفظ القيمة حقيقة هو الدهب لما حصل الثورة لما قامت حصل في مصر بالذات انتعاشة الناس ابتدت تتفائل مش بس الدهب سعره ارتفع محليا اللي ارتفع كمان سعره محليا عفوا يعني مش ارتفع سعره الودايع في البنوك ودائع المصريين في البنوك زادت في الفترة الاخرانية كانت الناس بتسحب الفلوس حطها في البيت الفترة الاخرانية شهدت الناس بتدت رجعت تاني تحط الفلوس في البنوك فده الحقيقة انا شايفة ان كل اللي بيحصل ده اسلوب لإعادة بناء الاقتصاد المصري الناس بقى عندها ثقة وان شاء الله كمان على العيد بتتكلم طبعا عن الدهب في مصري مش كده ان شاء الله العيد بقى لما ناس بتيتتجوز تاني يبتدوا ايه يشتروا الدهب مرة تاني ان شاء الله دكتورة بسان تفهمي خبيرة الأوراق لماذا نورتينها يا دكتور شكرا يا دكتور نتمنى ان يتقابدن ان يكون الاقتصاد عالي عن كده ان شاء الله ان شاء الله نورتينها دكتور مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا كنا معاكوا على الهواء من 9-11 صباحا بكرا نشوفكم مع فريق عمل جديد اوعد خافوا من اي حاجة في الدنيا اوعد خافوا من اي ارهاب في الدنيا بلدنا هي بلدنا انتصرنا اوعد خافوا من اي شيء وانزلوا الشوارع رئيس الجمهورية نفسه بيقول لكم انزلوا الشوارع لغاية مطالبكم وتتحقق نشوفكم على الف خير سلام